مجزة بهم الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم استقبل فخامة الرئيس عبد الربو مصراد رئيس الجمهورية نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب سمو الملكي الأمير بخالد بن سلمان بن عبد العزيز وخلال اللقاء جرى بحث تطورات الأوضاع المسجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية وكذا بحث السبول الكفيلة بتنفيذ اتفاق رياض وألية تسريع تنفيذ الاتفاق وفي اللقاء رحبها فخامة الرئيس بصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والمصير المشترك للشعبين الشقيقين معربا عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومة شرعية والشعب اليمني أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظة مأرب الواء سلطان العرادة للإطلاع على سير الأوضاع المسجدات في المحافظة واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى جهود المبذولة في البناء وما يسطره أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة والأمن من ملاحم خالدة وتضحيات في سبل استعادة الدولة وحماية الجمهورية ودحر ميليشي الحوث الإرهابية المدعومة من إيران واستكمال عملية التحرير وأشهد نائب الرئيس بالجهود المبذولة والثبات الأسطوري لأبطال الجيش والتلاحم الذي تشهده مختلف الجبهات لردع الميليشيات الإرهابية وإفشال مخططاتها وإيقاف جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين في مختلف المحافظات شنت مقاتلات التحالف خمسة غارات على منطقة شرق بئر المرازيق وأخرى في مدرية خبو الشعف بمحافظة الجوف أدت إلى تدمير تعزات حوثية كانت في طريقها إلى شرق مدينة الحزم كما استهدفت مواقع حوثية في مدريات مدغل ومجزر وصرواح بمأرب ودمرت غرفة عمليات ومنصة إطلاق صواريخ في وادي الجبارة بمديرة كتاف في محافظة صعدة كما استهدفت موقعا حوثيا في مدينة حرض بمحافظة حجة حررت قوات الجيش الوطني والقبائل قرية آل سلامة في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع ملشات الحوثي التي تكبدت أكثر من مئة قتيل وعشرات الجرحة إلى جانب تدمير آليات قتالية وفي جبهة جنوب مأرب تواصلت المعارك في جبهة وادي الأوشال في مدرية جبل مراد بعد أن دفعت الميليشيا بتعزات قتالية إلى المنطقة بهدف التواغل في المدرية بعد فشلها في جبهة غرب المحافظة من جهة أخرى كشفت مصادر الطبية في صنعاء عن وصول 300 جثة خلال اليومين الماضيين من جبهة مأرب الجوف ونهم صنعاء تم توزيعها على عدد من المستشفيات أفشلت قوات الجيش مسنودة بالتحارف العربي هجوما حوثيا في منطقة جبال آلقراد بمحافظة صادة وكبدتهم خسائر كبيرة وتمكنت من تأمين مناطق عدة على طريق الرابط بين محور الشامية ومركز مدرية باقم إلى جانب تأمين محيط جبال مندبة للسراتيجية وطريق علب باقم بالكامل الخبر الأخير أصيبت الطفلة برصاص قناصة مريشة الحوثي الانقلابية في مدرية دوريهمي جنوب محافظة الحديدة وقالت مصادر محلية أن الطفلة إيمان عبد الله محمد أصيبت بجروح خطيرة في منطقة الرقبة جراء تعرضها لرصاص قناص مريشة الحوثي في قرية تخنان بمدرية دوريهمي وأشارت إلى أن الطفلة تعرضت للقنصة عندما كانت ترعى الأغنام في إحدى المزارع بالمنطقة وبين الحين والآخر تتعرض الأحياء السكنية بالحديدة للقص بالأسلحة الثقيلة من قبل الحوثيين مخلفة قتلى وجرحى مدنيين بينهم نساء وأطفال نهاية المجزة مشاهدين أشكر لكم طيب المتابعة للقام